وصلنا لأولى فقراتنا لليوم مرحلة ما بعد الامتحانات حالات من الانتظار والترقب من الأهل والطلاب أحيانا وأكيد بتفصلنا عن هاي النتائج عدد من الأيام واليوم أطلقت وزارة التربية تطبيق جديد للحصول على النتيجة دون الحاجة للذهاب إلى المراكز أو إلى المدارس أو إلى أي جهة أخرى لحتى نحكي أكثر عن هذا التطبيق يلي من أنت وبيتك فيك تفتح موبايلك وتوصل على الانترنت وتنازل الأبليكيشن الجديد لحتى تعرف النتائج بصرنا نرحب بالدكتور ياسر نور مدير المعلوماتية في بزارة التربية أهلا وسهلا فيك دكتور أهلا وسهلا فيكم يساعد صباحكم يساعد صباحك وأهلا وسهلا فيك بالبداية خلينا نحكي عن التطبيق وآلية عمله والهدف منه طبعا نحن بالنسبة للنشر النتائج السنوية العامة أو النتائج الامتحانات الشهادات العامة في وزارة التربية سابقا كنا نحن منشرها على موقع الرسمي لوزارة التربية وما زلنا طبعا هذا أحد السيناريوهات المطروحة بشكل دائم ولكن لاحظنا بالسنوات الأخيرة في عنا ضغط كتير كبير أثناء نشر النتائج وخاصة بسبب عدب الطلبات الكبيرة على موقع الوزارة فطورت مديرية المعلوماتية فريق مديرية المعلوماتية التطبيق يعمل على الأجهزة المحمولة أجهزة الموبايل هواتف الزكية اللي يخاض على نظام الأندرويد طبعا هذا التطبيق موجود متوفر على موقع الرسمي لوزارة التربية له يومين تقريبا فيه إقبال كتير كبير عليه وتم تنزيله عند معظم الناس أو المهتمين بنتائج الامتحانية هذا التطبيق بساعد هو رديف لموقع الوزارة بساعد على الحصول على النتيجة بأسرع وقت طبعا اللي حمل التطبيق هلأ بس يفتح التطبيق على جهاز الموبايل بيعطيه رسالة أنه الجمهورية العربية السورية ووزارة التربية هي بصدق سواء أستاذ ويسلام خلينا نأخذ كيف التطبيق بيكون هاي المرحلة الأولى؟ المرحلة الأولى لأ موجودة بالمنتصف الشاشة تماما هاي المرحلة الأولى هلأ بس بيصير فيه نشر النتائج فورا بيعطيه إشعار الابليكيشن بشكل أوتوماتيكي بيعطيه إشعار مثل واتس أب لما بتيجي رسالة بيعطيه إشعار بيعطيه إشعار أنه صدرت نتائج السنوية العامة بيفتح الطالب على التطبيق فبيختار الفرع طبعا حسب نوع الشهادة إن كانت تعليم أساسي أو سنوية السنوية بكافة فروعة بيختار الفرع بيختار المحافظة بيحط رقم الإكتطاب بيعطيه بحس بيستردله النتيجة طبعا النتيجة بتطلع بتفاصيل كاملة كاملة العلامات للطالب فيه إمكانية أيضا نحن عاملين إمكانية أنه فيه إمكانية للمشاركة مثلا يعمل مشاركة على واتس أب إذا حاب يعمل إعادة إرسال للنتيجة طبعا وتفاصيل علامته لأي شخص بهمه طبعا هذا التطبيق ساعدنا لحيساعدنا بشكل كتير كبير بعملية وصول النتيجة بأسرع وقت لأهل أو لا الطالب وزوي إذا بنحكي شوي عن التطبيق وشو الأليه من ناحية فنية الطالب وقال يدخل على موقع الوزارة الموقع الرسمي لوزارة التربية وبيطلب النتيجة هو فعليا عم يطلب النتيجة أو الواجهات من المخدم اللي موجود عليه النتائج عما بحالة التطبيق كافة الواجهات اللي بتظهر فيها النتائج هي موجودة صارت على التطبيق على الموبايل وقال أنże للطالب التطبيق على الموبايل يصرف كافة الواجهات موجودة على التطبيق فقط التطبيق هو عم يروح يبعث استعلام أو عم يبعث طلب من المخدم يبعث له فقط البيانات بس يبعث له البيانات فقط يعبي الفراغات ضمن الواجهات فهن تقريبا نحن خففنا ما يقارب الزمن إلى النصف أو أقل كمان لأن الواجهات ما عم يحملها الواجهات هي موجودة بشكل أوتوماتيكي ضمن التطبيق نعم طيب دكتور خلينا نحكي لكل حدا ما عنده تليفون بخوله أنه ينزل هاي الأبليكيشن شو الحل؟ الحل هلأ موجودة هي أندرويد؟ هي أندرويد فقط هلأ أبل ما اشتغلنا عم نطوره بحيز لأنه أبل له ترتبات أخرى بشأن رفعه على آيتونز لحد الآن نحن تبكنا من العمل على نظام آندرويد وحملنا وما في أي مشكلة عليه أما الآيتونز له ترتبات تانية بشأن طيب يعني إذا حدا ما عنده محمل هيدا الأبليكيشن وبدو يستفسر عن علامات ابنه الموقع الرسمي لوزار التربيه أوكي بس فيهم ياخد الأبليكيشن يفوت من جيرانه مثلا إذا جيرانه عرفوا النتيجة فيه يجري فتو رأم تاريسه؟ طبعا طبعا هو التطبيق فقط هو كأنك تشتغلي ويب أبله كأنك تشتغلي على موقع الرسمي لوزار التربية أو أي شخص بيعرف رقم اكتطاب بحط رقم الاكتطاب مع اختيار المحافظة والفرع فبيعطيه نتيجة فورا أكيدا خلينا نحكي أنت حتصدر النتائج ونتائج مين أول التانوية ولا الأعدادية؟ غالبا النتائج هي نتائج ثانوية العامة أما بالنسبة للنتائج لسه ما زالت وزارة التربية لحد الآن هتشتغل به بمرحلة التنتيج لسه النتائج بتوقع بده وقت بس بحطة منكم يعني نحن بالنسبة للنتائج وزارة التربية مجرد انتهت من عمليات التنتيج ما رح تخلي النتائج عندها لحظة فورا لح تظهر أكيد وحينزل على التطبيق إشعار حينزل على التطبيق إشعار قلنا النتائج صدرت وحينزل فورا على موقع الرسمي لوزارة التربية طبعا وفيه كمان مفاجأة هي اللح نتركها لها يوم نشر النتائج يعني نحن أكيد ناطرين كل جديد خليني بس أرجع استعرض الأبليكيشن ونرجع نحكي عن الأبليكيشن كمان الأبليكيشن بيعطينا النتائج كمان كل مادة بمادتها كلمة دي بيعطينا تفاصيل لا بيعطينا البيانات العامة للطالب بيعطينا نتيجته ناجح أو راسم إذا بتطلع إذا شايف بالمنتصف في اللون الأخضر لا نفس اللي أول واحدة أحطي هاي لون الأخضر أنه ناجح تمام تفاصيل العلامات اللي أخذها هو بالمواد بيكون موجودة تحد بالنافذة اللي حدها الصورة اللي حدها بالأسفل اللي هي هاي إذا حب يعمل مشاركة طبعا حسب التطبيقات أي مثلا بديو يبعطها على الواتس بديو يبعطها على الفيس بديو يبعطها على الماسنجر ويبعطها إيميل بإمكانه يقدر يبعطها بشكل سهل طبعا هون إذا كان الشاشة الموجودة بالمنتصف فلا اللي كانت أنه وزارة التربية ستصدر بصدر إصدار النتائج بس صدرة النتائج فورا اللي يعطيه الإشعارات اللي موجودة بالصورة التحت كنت حاطي إيدك عليها هاي هي بيعطيه إشعار أنه صدرت النتائج بيضعط على الإشعار بتفتح لواجهة النتائج اللي هي الواجهة الرئيسية الموجودة بالصورة اللي على اليمين اللي هي بده يختار الفرع ورقم الاكتتاب والمحمد دكتور حجمه كبير الأبليكيشن؟ لا حجمه تقريبا شي 15 ميجا تقريبا آه تمام طيب دكتور خلينا نحكي بشو بيتميز هالتطبيق وشو بيفرق عن موقع الوزارة هلا هو السرعة نحنا بسرعة وصول النتيجة التطبيق أنا كما زكرت الموقع الرسمي لوزارة التربية الواجهات والبيانات موجودة على السيرفر والشخص عم يطلب البيانات طفعا يطلبها هي من السيرفر أما بالنسبة للتطبيق التطبيق الواجهات هي محملة مع التطبيق على الموبايل ما في داعي هو يستدعي واجهات هو فقط يستدعي البيانات اللي بده يوضعها بالواجهات فلذلك الزمن اللي عيخف لأقل من النصف وخاصة بالضغط الكتير كبير نحن عنا هاي السنة ما يقارب الميتين ألف طالب بين أدبي وعلمي تقريبا ميتين وعشر تالاف وإذا بدأ أحسب الشهادات المهنية والصناعية والتجارية بتوصل تقريبا للميتين وخمسة وعشرين وميتين وثلاثين ألف إذا بدأ أحسب أنا لكل طالب في عندي خمس أشخاص مهتمين بنتيجته فأنا بدي أضرب بخمسة فصعا عندما يقارب أنا عم محكي عن مليون وميتين ألف طلب خلال دقية أولى من إصدار النتائج فلازم تكون البنية اللي بده تحمل هاي المنظومة اللي تقدر تعطي النتائج بالسرعة تكون قوية جدا طبعا هذا بتوقف على الإنترنت بتوقف على البنية الموجودة حتى بتوقف على توقيت نشر النتيجة يعني أنا وقت البنشر النتيجة مساءا بساعات الزروة الإنترنت بتعرفه ساعات الزروة بتكون المساء فأكيد لحيصير فيه عنها فلذلك نحن كوزارة التربية عم ندرس مع الوزارة الإنتصالات والتقاني يتوقفوا كل الأبليكيشن بس الأبليكيشن لا مهو يتوقف الكلي تم شغال بس ولكن نختار وقت مناسب يعني أنه إذا طلعنا ما يصير فيها التعليقة ما يصير فيه ضغط طبعا هذا ضغط لحيكون فيه ضغط لأنه بس بالعادة ضغط كتير كبير من طول لساعات لنقدر نفتح النتيجة فاللي بيميز التطبيق السرعة السرعة وكيف ملاقي الإقبال عليه دكتور؟ والله هلأ نحن بالنسبة للإقبال يعني صار منزل التطبيق إذا بقلك فوق النص مليون تقريبا صار منزل التطبيق رقم ما توقعنا نوصل لها الرقم نحن بخلال يوم يومين يوصل لها الرقم فهي دليل أنه كل الأهل وكل الطلاب وكل الجمهور خلينا نقول عا بيستنى النتائج بفارغ الصبر بتمنى التوفيق لطلابنا ونجاح بالسنوي العام إن شاء الله يا رب وأكيد بنا نشكر كل الجهود يلي عم تراعي الظروف يلي عم نمرق فيها كمان مشان الكورونا يعني أحسن شيء أنت وبيتك أكيد شار فيك تشوف نتائجك بدون يمكن ذهب لأي مركز أو أي مكان لحتى ما يصير عجقة وتجمع بين العالم نحن كوزارة تربية وكمديرية معلوماتية وامتحانات لحاول قدر الإمكان أنه نوصل النتيجة للطالب لبيتهم يعني بحيث أنه فعلا ما يطلع من البيت ما يحكم في تسريبات مثل قبل العيان لا لا إن شاء الله ما في تسريبات قبل بيوم أو بالليل هلا نحن من أجل التسريبات حريصين أنه وقت اللي بتطلع النتائج لحن نظهرها بشان ما نفوت بمتاهد أنه قبل بيوم مجرد خلصنا كوزارة تربية من التنتيج عملية التنتيج وأصبحنا جاهزين لنشر النتائج نحن نشر فورا تمام طيب خلينا نحكي حكينا كثير عن إيجابيات التطبيق فيه سلبيات ولا لا برأيك ممكن يصير أخطاء مثلا خربطة بنتائج الطالب لا نحن هذا الموضوع موضوع نشر النتائج عنا بوزارة التربية والتعامل مع النتائج هو فينا نقول خط أحمر يعني مجال الخطأ عم يكون شبه قليل يعني إذا ما كان ناذر شبه معدوم يعني غالبا نحن بس ممكن يصير معنا مثلا هو ما خطأ هو إعادة ترتيب مثل ما بقوله يعني بسنة من السنوات من سنتين على ما أظن اختلف معنا بترحيل البيانات اللي طلعت بتعرفوا السنوية العامة في علامة العلامة مع ديانة وعلامة بدون ديانة بس اختلف العام ودين يعني الطالبات الشاف العلامة عرف أنه هاي بدون ديانة وهاي مع ديانة لأنه اختلف فقط ترتيب مع ذلك إذا صار في أي موضوع بخطأ يعني ما هو ما فينا نقول خطأ هو بجزء إجراء إعادة ترحيل بسيطة ممكن خلال عشر دقائق يدارك الموضوع لأنه ممكن توصل الاتصالات لوزارة التربية يمكن مليون اتصال يوصل الاتصالات إذاك ظهرت وهاي ما بتصيد غالبا نحنا بالنسبة لموضوع النتائج مدروسة بشكل جيد موضوع التنتيج يعني نحنا عما مرحلة التنتيج بتعرفوا آلية التصحيح ما رحك نحكي عليها في لجان كتير كبير نحن تشتغل بالتصحيح والتدقيق وتليم ديجي لمرحلة التنتيج نحنا ومراحل التعامل معها وتنتيج النتائج في عندي مرحلتين إدخال أنا مرحلة إدخال أول ومرحلة إدخال ثاني يعني العلامة الطالب تدخل أول مرة ومناخد القاسيمة بنعطيها لغير أشخاص بتدخل العلامة مرة ثاني بنعمل تقاطع بين الثنين إذا طلع في أي خطأ أو أي عدم تطابق معناتها في خطأ بنرجع على القاسيمة بنصلح حسب القاسيمة وبس ما يكون فيه أخطاء نهائياً بتتم عملية التنتيج هي تطبيق معايير النجاح والرسوب للطلاب وبس أنهينا عملية التنتيج معناتها شلون الطالب بده يستلم الشهادة نحنا جاهزين يسلموا الشهادة هاي المرحلة هي اللي بناخدها ومننشرها على الويب وقت اللي بناخدها بدنا نشرها على موقع الوزارة أو على التطبيق طبعاً هون البيانات كلها موجودة بمكان لحتكون على سيرفرات مأخوزة من مخدمات التنتيج الخاصة بالتنتيج العطوضة على مخدمات أخرى لإصدار النتائج هي نفس البيانات مطابقة تماماً مجال الخطأ بعملية النقل فينا نقول يعني هي شبه معدومة ما في أي أخطاء بتكون ممكن قلتلك هي إعادة فقط ترتيب يعني مو أكثر من أي وما صارت يعني أنا صلي تسع سنوات مدير معلوماتي بوزارة التربية ما صارت غير مرة واحدة هي موضوع العلامي إنه فقط العلامي مع ديانة أو بدون ديانة إعادة ترتيب فقط كانت خلال خمس داية نحلت المشكلة لكن دكتور قبل ما نختم معنا حديثك رح نرجع نقول صار فيه أي طالب ينزل أبليكيشن بأي موبايل أندرويد حسراً ويشوف النتائج يدخل اسمه والرقم رح يطلع له يدخل الفرع والمخافزة ورقم الاكتتاب ورقم الاكتتاب هو الرقم الامتحاني اللي قدم فيه الامتحان موجود على بطاقة الامتحانية تمام وهون رح توصل النتيجة على البيت معت في داعي نروح على ولا أي مركز ولا أي مكان صار كل واحد بيقلب بيته يشوف علاماته يشوف نتيجته بدا نتمنى التوفيق للكل وإن شاء الله يا رب هيك يكون الكل ناجحين ومبسوطين بالنتائج والمجهود اللي عملوا اكيد انا بتمنى لكل طلابنا التوفيق والنجاح اكيد طبعاً ومحب بخبر الطلاب انه فيه الدورة التاني اللي هي ممكن الطالب يختار مادتين او فيه المرسوم ظهر ودعلماته واضحة بتمنى لكل الطلاب النجاح والتوفيق ويحققوا احلامهم وما يضطروا لدورة تاني بالختام فيه النتائج اينتا برأيك؟ هل هي قريبة كتير ولا بعيدة؟ حلا ان شاء الله قبل العيد قبل العيد ان شاء الله ما بنتهي سالجمع العيد؟ لكنا على اغلب العيد اه على اغلب الخميس جمع العيد معناتها خميس او اربعة نتمنى التوفيق يلا ان شاء الله يعيدوا الكلب انا انا برد بعيدها بس وزارة التربية خلصت تنتيج ما رح نخلد النتائج عندنا ابدا اللح نصدرها طبعاً وما بنتمنى نحن تتسرب لانه النتائج ما رح تتسرب مستحيل بس خلصنا التنتيج فريق الوزارة متفق بس خلصنا التنتيج لح نعلن النتائج فوراً اكيد منتشكراك منتشكر وجودك معنا ونتمنى التوفيق لكل الطلاب والنجاح اكيد والنتائج تكون حلوة على العيد ان شاء الله ويهكل كل عيدوا بخير ويعطيكم الف عافية طبعاً بدنا نتشكر قسم المعلوماتية وحضرتك مدير المعلوماتية في وزارة التربية دكتور ياسر نور شكراً كتير لك وشكراً كتير لجهود اللي عم تبذلوها ونتمنى لكل يلتزم بالتطبيق مشان توصل الناتجة على البيت بل ما نطلع برات البيت ويهاتي كل عافية ويهاتي كل عافية